علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها فيهنة يعني ايه بلادي تحييت العالم ننادي لك يا حبي وفقادي بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها نبني مستبتنا فيها هنعليها ونعلميها ونشي الاسم مصر علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها فيهنة يعني ايه بلادي تحييت العالم ننادي لك يا حبي وفقادي بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها نبني مستبتنا فيها هنعليها ونعلميها ونشي الاسم مصر ازايكم يا ولاد عامليني يا رب تكونوا بخير طبعا النهاردة جيم عدنا مع اهم الاسئلة طيب اول سؤال عندنا اين اجتمعت الاسرة اجتمعت الاسرة على مائدة الطعام متى اجتمعت الاسرة اجتمعت الاسرة وقت الغداء لماذا اجتمعت الاسرة اجتمعت لتناول الطعام ما الذي تبقى على المائدة تبقى طعام كثير من تناول الاسرة للغداء لماذا تبقى طعام من غداء الاسرة لان الاطعمة كانت كثيرة تزيد عن حاجة الاسرة فيما فكرت الاسرة فكرت الاسرة في مساعدة الاسر التي لا تجد ما تكفيها من الطعام زي مثلا احنا عندنا في رمضان بيبقى فيه موائد رحمن دي الاكل لو حطينا فيه طبعا شهر رمضان قرب لو الاكل اللي بقى عندنا نزلنا في موائد الرحمن فيه ناس كتير هتستفيد منه وبكده نساعد الفقراء والمحتاجين والمساكين طب ايه المقصود ببنك الطعام هو بنك يساعد الفقراء والمحتاجين بالطعام طب ما الفرق بين بنك الطعام وبنك الاموال بنك الطعام يودع الناس فيه الاطعمة لمساعدة المحتاجين انما بنك الاموال يودع الناس فيه المال للادخار والاستثمار ما الهدف من انشاء بنك الطعام بنك الطعام يساعد الفقراء والمحتاجين بالطعام طيب كيف يحصل الفقراء والمحتاجين على الأطعمة من بنك الطعام يحصلون على الأطعمة حيث تقوم كل أسرة بإداع الأطعمة في بنك الطعام ثم يقوم الشباب بتوزيعها على الأسر المحتاجة ما أهمية التعاون كما قالت الأم إن التعاون يجعلنا نعيش سعداء طيب دلوقتي جمعتنا مع القرائية وأول حاجة عندنا كانت خريطة الكلمة مثلا كلمة زي اجتمعت معنى الكلمة إيه تجمعت طب المضاد تفرقت طب نوع الكلمة فعل الجملة اجتمعت الأسرة في المساء طيب كلمة زي المتبقي دي نوع الكلمة إيه اسم طيب المعنى الفائد المضاد المنتهي الجملة الطعام المتبقي كثير طيب مثال آخر نودع نوع الكلمة فعل المعنى نترك المضاد نأخذ الجملة بنك الطعام نودع فيه الأطعمة طيب لو جينا بصينا على شبكة المفردات كلمة زي أسرة ايه شبكة المفردات بتاعتها أم أب أخ عم جد طيب كلمة زي بنك الطعام ايه شبكة المفردات بتاعتها عصير طعام حقائب فقراء محتاجين طيب لو بصينا على كلمات على نفس الوزن مثلا طعام ايه كلمات اللي على نفس الوزن زيها صيام هيام عصام طيب الشباب مثلا السياب الضباب طيب كلمة كثير كبير صغير طيب لو بصينا على عائلة الكلمة نفكر من يقدر يقول لي عيوة مزبوط تفكر فكرة يفكر أفكر يفكر اتصل يتصل نتصل تتصل اتصال كل دي عائلة الكلمة طيب مفاتيح السياق هاد مفاتيح السياق لما تحتوه خط فرغ الأب من تناول الغذاء معنى فرغ يعني انتهى طيب مفاتيح السياق الأب والغداء يوزع الشباب الطعام على الفقراء معنى يوزع يعني يفرق مفاتيح السياق الشباب الطعام الفقراء ترجمة نانسي قنقر